السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في العصور السابقة كان الملوك قبل ما يأكلوا شيء يجيبوا ناس تتذوق لهم الأكل عشان يتأكدوا أنه هذا ما في سم كانوا هيك يعملوا والمساكين هذول اللي بتذوقوا الأكل كانوا متأكدين أنه ممكن اللقمة اللي يأكلها هاي تكون آخر لقمة يعني هو عارف أنه أنا رح أتذوق هذا الطعام عشان الملك يعيش وممكن أنا أموت في الوقت الحالي إحنا ما بنعمل هيك ليش؟ بتفود على السوبر ماركت بتلاقيها العلبة معلبة كويس وملونة وزاهية وعليها المواد الغذائية وكل شيء فقط تطمن ما فيش داعي تذوق الطعام إنسان أو شخص قبلك أنت هيك متطمن وخاصة إذا كان عليها شعار أو موافقة إحدى السلطات وزارة كذا وزارة الزراعة ووزارة الصحة إذا كانت مختومة بهذا الختم فأنت بتكون متطمن بئة بالمئة فهل لازم تكون متطمن مئة بالمئة ولا لازم يكون عندك شوية شك؟ ليش؟ نأخذ على سبيل المثال الـ FDA دائرة الدواء والغذاء الأمريكية هذا الختم شو معنى؟ الختم GRAS هذا GRAS Generally Regarded As Safe يعني على وجه العموم أو بشكل عام هذا يعتبر آمن أو هذه المادة أو هذه المواد تعتبر آمنة فهل هي آمنة عن جد؟ في كلمات وأسماء مواد بيحطوها ما بتعرف تلفظها ولا بتعرف تقرأها ولا بتعرف معناها ولا حدا بيعرفها قبل بيحطوها على علبة ما بنعرف شو هي فزي ما بنصح دائما إذا كلمة ما بتفهمها ما بتعرف معناها ما بتعرف شي هي هذه المادة لا تشتريها ماذا لو كانت هذه المواد موضوعة عمداً عشان أنت تدمن على هذه المواد وتضر جسمك عمداً أنا بقول عمداً ليه؟ بدهم يأخذوا حياتك يعني؟ لا في عندهم إشي أهم صح محفظتك يعني فلوسك وهذا أهم شي عندهم شركات الأغذية ومصانع الأدوية قاعدة يعني بتصير أغنى وأغنى وبعملوا فلوس أكثر وأكثر وإحنا قاعدين بنزداد مرض شركات الأغذية عملت في العام تقريباً في العام تعمل 657 مليار دولار ربح صافي هاي شركات الأغذية شركات الأدوية ذكرتها في فيديوهات كثيرة هما بيزدادوا غنى يعني فلوس وإحنا صحتنا تدهور ممكن أنت بتستمتع بهذه المأقولات أو المصنعات ممكن تستمتع فيها لكن راح تجيب لك البلاوي ممكن ما راح تشوفها حالياً يعني تاكل اليوم بكرة تمرض لا ما بيصير هين أو ممكن ما يحصل هين لكن مع مرور الوقت راح تجيلك المشاكل راح تجيلك راح تأثر لك على الدماغ ومراكز الإحساس ومراكز الهرمونات كل هذا راح تأثر عليها هاي المصنعات على المدى الطويل وهذا بالتالي راح يأثر ويدمر باقي جسمك راح تيجي لجسمك الالتهابات الله يبعدها عني وعنك مشاكل الجهاز الهضمي والقولون الدهون الثلاثية ارتفاع ضغط الدم الجلطات مقاومة الإنسولين والسكري والسمنة اللي معظم الأطب اللي مروا علي وممكن مروا عليك بيقولك السمنة هي سبب البلاوي لا العكس السمنة ما لها علاقة في كل البلاوي السمنة نتيجة هي خطر على الصحة نعم خطر على الصحة صحيح لكنها مش السبب في البلاوي اللي بتصير في الجسم في ناس كثير عندهم سمنة مفرطة جدا وملا عندهم لا ضغط ولا أمراض في القلب ولا سكري في ناس كثير لكن هي مش السبب هي خطر على الصحة نعم لكنها مش السبب هي العكس يعني لما يقولك الطبيب مثلا لازم إذا بدك تكون صحي لاجم تخفف وزنك هذا خطأ المفروض أنها تكون العكس إذا بدك تكون تخفف وزنك لازم تكون صحي بالأول هذا هو الصحيح ولما تيجي عندنا هاي المشاكل تدخل شركات الأدوية واخترعنا لك دواء جديد بحث علمي جديد زي ما انتبهت في الانترنت في ناس كثير بيستخدموا هاي الكلمة بحث علمي جديد بحث علمي جديد بيستخدموها كثير فشركات الأدوية بتقولك عملنا بحث وطلعنا لك دواء جديد وبكذبة وحدة كذبة وحدة بإمكانهم في الـ 24 ساعة يبيعوا بملايين الدولارات مثل ما عملوا في الدهون الثلاثية لما طلعوا معلومة إنه لازم تكون أقل من 60 مع أن الأوبتيمال القمة 75 طلعوا هذا وطلعوا دواء جديد خلال ذلك الـ 24 ساعة 10 ملايين شخص اللي اشتروا ذلك الدواء في يوم في 24 ساعة هذا عدد الأشخاص اللي اشتروا قديش الملايين اللي اندفعت من ثمن هذا الدواء من جيوب الناس وياريتها بتعالج ما بتعالج بتعالج الأعراض ما بتعالج المشكلة ما بدهم إياك تعرف إنه بالرغم من المليارات اللي بصرفوها على البحوث ما زال لغاية الآن ما بدهم إياك تعرف إنه الأدوية اللي بيعملوها هاي ليست شفاء ليست شفاء ولا حتى علاج ولا بدهم إياك تعرف إنه في ثمن أمراض لا يمكن للدواء إنه يعالجها مستحيل يعني مثل الضغط مثل السكري الدواء لا يعالجها نهائيا لما الطبيب بيعطيك مثلا ميت فورمين أو بيعطيك دواء آخر عشان ينزل لك السكر بنزل السكر طبعا بنزل السكر بس وين بروح على الخلايا وكذلك ضغط الدم بنزل الضغط لكن الضغط نفسه ما بروح بيظل موجود في جسمك وبتظل تعاني منه ماهما زادت الأدوية ما بحل هاي المشكلة إلا النظام الغذائي وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلم خذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول 90% منها موجودة هاي الممنوعات يا 90 يا 80% ولا تتناول إلا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتأكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحديث سكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهلي السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شورح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDivitis Code وأوبستي Code والدكتور جون يدكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصاء الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة إلي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة